حياكم الله بحلقة ثانية من درد الشو يعطيكم العافية على وقتكم وبهالحلقة رح نتكلم عن شون كل واحد فيكم يقدر يشتغل من البيت وشلون تقدرون تكونون فريق أونلاين خلكم معانا حياكم الله بدرد الشو معاكم عيد المجيبل وبهالبرنامج رح نسولف وندردش ونتعلم مع بعض عن أحدث طرق التسويق التسويق بالمحتوى وقلوكم شون قدرت أطلع من دوامي بعد تسع سنين وأسس مشروعي بنفسي يعطيكم العافية على وقتكم وإن شاء الله رح نرجع لكم بعد هالرسالة من السبونسر هالبودكاست برعاية ميوزك كرد زين إحنا شنو نسوي سامح هذا الصوت من قبل صح أظن هذا الصوت مار عليك بعد هل ميزت هالأصوات اللي سمعتها اسمها علامة تجارية سمعية هذه العلامات الصوتية تخليك تأسس هوية للعلامة تجارية بالموسيقى زوروا الموقع وهذا الكود الخصم EID10 يا هلا يا هلا بالتايكونز حياكم الله شلونكم شخباركم معاكم أخوكم عيد المجيبل وإذا أول مرة قاعدين تشوفون أو تسمعون هالبرنامج أبيكم تضغطون على السبسكرايب عشان تقدرون تشوفون هالفيديوهات أول بول أول ما تنزل كل أسبوع بحلقة اليوم رح نتكلم عن شلون تقدرون تشتغلون من البيت السلبيات والإيجابيات وشلون تقدرون تكونونكم بريق أونلاين كلنا ندري أن العالم اللي دار ما دارنا قاعد يتغير قاعد نشوف شركات قاعد تحول مكاتبها بالبيت قاعد نشوف الناس تسوي اجتماعاتها أونلاين عن طريق الزوم قاعد نشوف الناس تطلع لايف في الإنسجرام وتقابل ناس فالعالم قاعد يتغير البزنس قاعد يصير أونلاين أكثر وأكثر فهذه فرصتنا نتعلم شلون فهذا ليش قررت أخصص حلقة اليوم نتكلم عن هالموضوع خل نبدأ قبل أن نبدأ بأقول لكم قصتي قبل تغريبا سنة ونص ولا سنتين كنت هوني يمبلش بعالم التسويق هوني مقدم استغالتي من دوامي وتهم يوجدي عملاء عميلين ثلاثة فبعد فترة كانوا عندي تغريبا أربع وخمس عملاء ولاحظ نفسي وايد مشغول قاعد أسوي كل شيء قاعد أدير حساباتي بالإنستغرام قاعد أكتب العقود قاعد أردعى الكومنس قاعد أسوي الصور قاعد أسوي الفيديوهات وبعد شهرين ثلاثة لاحظت أني حدي مضغوط حدي مستعسر دائما معصب فلاحظت أني بعد فترة ما أقدر أكمل وبعد فترة لاحظت أن عملاي مقام يجددون العقود قاعد أخسر عملاء نفسيتي كانت مو حلوة يعني طلعت من دوام ما كنت أحبه بعدين حسيت أن إذا الشيء بدوام ثاني ما كنت أحبه كنت بدوامة دائما مشغول أبي عملاء ما بيخسر هالعملاء مضغوط بعدين قاعد مع نفسي قلت عيد لازم شي يتغير سواء فيك بالبزنس بحياتك لازم شي يتغير بعدين دريت أن المشكلة لا بالبزنس لا بالعملاء لا بالإنستغرام المشكلة فيني أنا أنا كنت لازم أتغير أنا كنت لازم أتعلم شون أشيل نفسي من مشروعي وأوظف لي فريق أونلاين إحنا كمبادرين مرات يكون رأسنا يابس وإحنا كنا نبينسوي كل شي فلما دريت أني لازم أتقبل الأمر الواقع وأكون لي فريق أونلاين كل شي يتغير مو بس بمشروعي كل شي يتغير بحياتي فهذا الشيط موقع اسمه Upwork.com الآن رح أكتب لكم إياهني Upwork في ناس أصحاب خدمات من دار من دار العالم بكل الأسعار من خمس دولارات يسوي لك شغل لألف دولار ولا ألفين دولار يسوي لكم شغل فهذا الشيط Upwork وقعد تدور وبعدين لقيت لي شخص اسمه Jan Jan كان يسوي لي فيديوواتي أول شي يبلش كنت تحتاج فيديووات دزيت للفيديووات الرو ماتيريل بعدين هو منتج للفيديووات ودزلي إياهم وايد عبيت شغله دزيت للفيديو ثاني فيديو ثالث زادت العلاقة زاد الشغل بعدين شوي شوي بعد ستة الشر قلت لجان قاعدة تفعلي كان كل شهر تقريبا ألف ولا ألف خمسمية دولار على الفيديووات شرايك تصير full time بعدين قالوا يا وقعنا عقد بعدين صار البروجيكت مانجر شون يعني بروجيكت مانجر يدير المشاريع اللي عندي يدير العملاء اللي عندي بعدين الحين بوقت اللي قاعدين نصور هالفيديو تاريخ ستة وعشرين خمسة الفين وعشرين بنص أزمة الكورونا إن شاء الله الله يعديها الأزمة على خير والأمور ترتطبيعية الحين جان صار مدير شركة باندا ميديا والحين عندنا تقريبا عشر أشخاص بفريغنا كلهم أونلاين بالكويت بالبحرين بالمانيا بالفلبين بسيبيريا بأمريكا من دار مدار العالم بعضهم أمري ما كلمتم وبعضهم أمري ما شفتم وهذه ميزة التوظيف أونلاين هذه ميزة إن يكون عندك مكتب من البيت وتشتغل من البيت أنا صالي تقريبا سنة ونصور سنتين شغلي كله من البيت واليوم راح نتكلم عن الإيجابيات والسلبيات وشنو تحتاجون تعرفون قبل لا توظفو لكم أشخاص أونلاين وشنو السلبيات والإيجابيات من الشغل بالبيت فخلكم معنا وخلكم معنا لنهاية حلقة اليوم لأنه عندي لكم مفاجأة قوية من نهاية حلقة اليوم راح نسوي شي غير بحلقة اليوم فخلكم معنا الآن راح نتكلم عن سلبيات وإيجابيات الشغل من البيت خلنبدأ بالسلبيات أول شي بالسلبيات إنه ممكن يكون يزعاج إذا عندكم عيال إذا عندكم وايد ناس بالبيت ما راح تقدرون تركزون على الشغل ما لكم راح تشتتون وايد والعيال قاعدين هنا الناس قاعد تشوف تلفزيون وما عندكم مكتب أكيد ما راح تقدرون تركزون فهذه السلبيات ما عندكم مكان للتركيز يمكن ما عندكم مكتب يمكن قاعدين بشقة ولا ما عندكم مكتب ولا ما عندكم مكان وين تقدرون تركزون دايما نزعاج دار ما داركم فهذه شغلة سلبية ويمكن مرات يكون ملل لأنه إذا قاعدين بالبيت هذو ما في أحد غير ذب شركة غير ذب مكتب في ناس دار مدارك في شخص يصب شاي في شخص بالمكتب ليمك في ناس داشة وطالعة ففي حركة بس القاعدة بالبيت والله ما في شي بس القاعدة عندي ما في شي فدو ففي ناس تمل فهذه سلبيات يمكن من الشغل من البيت وبعد الشغلة الأخيرة إنه غير اجتماعي يعني أنت مدار مدار ناس أنت قاعد بروحك بالبيت ما في ناس دار مدارك فإذا قاعدت بالبيت تشتغل حق أسبوع يمكن تكون غير اجتماعي وهذه شغلة أنا لاحظتها قبل الكورونا لأنه قبل الكورونا طلعتي من البيت هذي راحتي من الدوام إذا قاعد بالبيت قاعد تشتغل بس مع الكورونا الهين قاعد بالبيت وماكو طلعة فزاد الشغل قاعد تشتغل أكثر فهذه السلبيات من الشغل بالبيت إزعاج ماكو مكان للتركيز مرات يكون ملل والوضع غير اجتماعي شرايكم نتكلم عن الإيجابيات خمبلش الإيجابيات أول شي إنك مرتاح قاعد ببيتك لا تحاتي زحمة مو لازم تسوي شي أفراشك يمك هذي إيجابيات الشغل بالبيت يمك المطبخ متمايعت تروح المطبخ تطبخ لك طبخة وترجع وبعد الشغلة ثانية مو لازم تكشخ إذا عندك مكتب ولا لازم تروح مكان لازم تلبس ودق السيارة سلط وتروح بالزحمة يمكن وترجع ولازم تدغد برة ولا تأخذ ذكلك معاك لوية إذا تشتغل من البيت المغطخ يمك تقدر تشتغل ببجامتك أنا اليوم لابس عشان دردي الشو ولا دايما تشتغل ببجامة عادي كيف يقاعد بالبيت ما عاد المشكلة هذه ميزة الشغل من البيت وشغلة مهمة أرخص يعني بدالة تدفع جار مكتب بدالة تدفع موظفين فول تايم أرخص إذا صار عندك مكتب من البيت وشتغلت من البيت ووظفت ناس أونلاين وطبعا هذا المستقبل يا شباب وطبعا هذا المستقبل يا شباب شباب هذا المستقبل رح تلاحظون أنا وائد ناس قاعد تشتغل من البيت وقاعد توظف فريق أونلاين فهذه فرصتكم التكنولوجيا ما تخرق يمكن وائد فيكم تفكرون زين عيد أنا مو شاطر بالتكنولوجيا عيد أنا مو مال كمبيوترات وتتواصل ولغتي يمكن مو وائد زينب الإنجليزي لا تعطون تدرون في ناس من دار مدار الخليج موجودين أونلاين ناطرينكم بتقولوا لهم تعالوا أبيكم تشتغلون على هالمشروع أو على هالبروجيكت فهذه السلبيات والإيجابيات عن الشغل من البيت أبيكم أنتو الآن تفكرون وأبيكم أنتو تسألون نفسكم هل تسوى تشتغلون بالبيت أو لا والحين التايكونز تكلمنا عن السلبيات والإيجابيات عن الشغل من البيت الحين راح نتكلم عن التوظيف أونلاين دايما إيوني السؤال بالإنسجرام عيد شلون أوظف فريق أونلاين والصراحة السؤال حلو لأن ما أدري شون أبدأ شون الأسئلة اللي أسألهم هل في ثقة بيني بينهم شون طريقة التواصل في وايد أسئلة نسألها بين وبين نفسه شي طبيعي بس التوظيف أونلاين بالضبط نفس التوظيف أوفلاين فكروا فيها صح إذا بتوظفون شخص أوفلاين يعني حق مكتبكم فول تايم بيون عندكم لازم مقابلة لازم سيفي لازم تشوفون شغلهم لازم تتعرفون عليهم أخذوا كل هالأشياء وحطوها أونلاين نفس الشي صح أول شي قبل لا تدورون على الشخاص أونلاين لازم تعرفون المهارات المطلوبة شنو المهارات اللي ناقصتكم بالشركة أو ناقصتك أو ناقصتك تحتاجونها في مشروعكم بالبيت تقدرون تلقونها أونلاين منتجين Graphic Designer Web Developer Project Manager شخص يدير بس المشاريع شوفوا المهارات اللي انتو تحتاجونهم Copywriter شخص يكتب الكابشنز ولا الكومنز شوفوا بالضبط انتو شنو تحتاجون بالمشروع مالكم أول مهارة وكتبوها الشغلة الثانية أبيكم تجهزون أسئلة حق المقابلة تخيلوا إنكم لنا موقع أفور كما ندشون لتحطون طلب تقدمون طلب حق مهارة معينة مثلا منتاج هنقول على سبيل المثال منتاج عشر أشخاص ولا عشرين شخص رح يتواصلون معاكم أسعارهم غير من دول غير أنتو لازم لسئلة مالتكم تكون جاهزة فكتبو لكم ثلاثة سئلة مثلا أعطوني نبذة عنك شلو الشغل اللي اشتغلت مثلا من وين أنت موجود الحين بس ثلاثة سئلة لما يتواصلون معاكم هذين العشر أشخاص كوبي بيس تأخذون هذين ثلاثة سئلة ودزونهم حق هذين للناس بعدين بناء على جوبتهم تقدرون تروحون حق المرحلة الثانية فأنا دايما أكتب بريف وسئلة وبس كوبي بيس أدزها شوف أحسن أجوبة بعدين أقول لهم هاكم هذا جربوا وبعدين لازم بعد ما قررنا نشتغل مع الشخص لازم نجهز سيستم للتواصل هل راح نتواصل عن طريق الواتس أب يمكن مو أحسن طريقة نتواصل عن طريق الواتس أب لأن الواتس أب يمكن خاص صح ربعك قاعد يزونك بقروبات واتس أب بعدين تحت الشغل أنا كتسوي هذه القلطة وليه الحين عندي بالواتس أب شغل وهذا مو الشي صح وما نصحكم بتسوين الشي هذا بس الحين قاعدين يتغير إحنا الحين مع أزمة الكورونا المشروع مالي والبزنس مالي كله قاعد يتغير الحين عندنا قاعدين نوظف ناس أونلاين قاعدين نتواصل مع بعض غير عن طريق سلاك عن طريق كليك أب وشوية بس حق الأشياء الضرورية نتواصل عن طريق الواتس أب فلازم يكون عندكم سيستم وين تقدرون تفصلون الشغل عن حياتكم الشخصية ومو لازم تبدون على طول فل تايم وتوظفونه وتعطونه معاش بل شو بارتايم بل شو بروجيك بسيط بل شو بوست بالانسجرام فيديو واحد شغلات بسيطة مو لازم تكلفونه على نفسكم مو لازم تدفعون وائد فلوس عشان توظفونه أشخاص وائد ناس عبالهم إذا بوظف شخص أونلاين لازم أعطيه معاش ولازم ثلاثة شهر ولازم أعطيه عادي الموضوع شهر سبوع سبوعين ما اتفقته تقدرون تنهون علاقة وتقدرون تجربون أكثر من شخص إذا عندكم فيديو تابون شخص يسوي له منتاج خمسة تواصلوا معاكم من أبورك أعطوها لخمسة شخاص الفيديو وأحسن واحد فيهم راح توظفه ولا توظفينا وشتي خلصنا وهذه الخمس نقاط حق توظيف ناس أونلاين معرفة المهارات المطلوبة تجهيز الأسئلة حق المقابلة تجهيز طرق للتواصل ابدأ بارت تايم بشي صغير وجرب أكثر من شخص وهذه الخمسة شاية تايكونز جربوها اليوم وقلولي بالإنسجرام شنو الأشياء اللي انفعت معاكم والحين يتفقرت المفاجأة اللي قلت لكم راح أسوي شي غير اليوم بدرد الشو أنا أبيكم أنتو تكونون جزء من درد الشو فاليوم بحسابي بالإنسجرام قلت لهم أن أبيكم تكونون جزء من درد الشو فقلت لهم أبيكم بدزولي أسئلتكم عن طريق الفويس نوت وأنا راح أحطها لأسئلة بدردش وراح أسمع على أسئلة وراح نجاوب عليهم مع بعض شرايكم نبلش يلا وناخذ السؤال الأول من دكتورة ديمة مرحبا يا عيد معك دكتورة ديمة وسؤالي كالتالي هل ممكن الحسابات الشخصية أن تدعم حسابات العمل أو تكملها وما الأفضل نعتمد فقط على حساب واحد منوع أو يكون في حسابات شخصية برايفت وحساب العمل يكون بابلك ويختص فقط في أمور العمل أو البزنس خوش سؤال مشكورة يا دكتورة هل نفصل الحساب الشخصي عن حساب الشركة أو نجمجهم مع بعض ولا نسوي لنا حساب بروح وحساب بروح هذا سؤال حلو وطبعا يعتمد على وائد أشياء خلني أعطيكم مثال نادي صحي إذا عندكم نادي صحي وكل المدربين اللي بالنادي الصحي مشاهير بالسوشيال ميديا ولا شغالين بالسوشيال ميديا وعندهم وايد متابعين هل نجاح نسبة نجاح النادي راح تزيد أكيد صح هذول الناس راح يقولون حق متابعين وبتعالوا عندنا النادي ونفس الشي بالعيادات إحنا قاعدين نشوف عيادات أسنان الدكاتورة الحين قاعدين يسورون مشاهير بالسوشيال ميديا فنسبة نجاح العيادة تكون أعلى انا دايما اقول استثمروا اذا عندكم انتم اصحاب اختصاص مستشارين اخصائي تغذية ديكاترا اي ان كان اصحاب خدمات اشتغلوا على البراند الشخصي مالكم هذه شغلة ضرورية واستثمار راح يتم معاكم للمدى الطويل ان شاء الله جاوبت على سؤالك يا دكتورو مشكورة على السؤال خلنا اخذ بعد سؤال شرايكم وين السؤال الثاني وين السؤال الثاني كحو السلام عليكم انا احمد من ليبيا سؤالي انا جبت بضاعة من الصين وابغى سوقها نصيحتك لي هل اشتري صفحة فيها متابعين او ابدأ صفحتي جديدة خوش سؤال مشكورة حبيبي على السؤال هل عندي بضاعة من الصين منتجات ابي ابيعهم بالانستجرام هل اشتري حساب في متابعين او ابدأ من جديد طبعا انا ما انصح اي شخص يشتري حساب في متابعين لان هالمتابعين مثلا خنقول لهم بالصحة يحبون الاكل الصحي وانتو بعدين يتيبون منتج كل شمال الشغل بالصحة مثلا ميكوب وهالحساب في ريايين وايد وانتو قاعدين يتيبون منتجات حق الحريم بس حق الميكوب فاكيد دايما 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 انت قاعد تتكلم عن بزنس دروب شيبنج اذا انت سويت دروب شيبنج افضل من انك تحط المنتجات بالانستجرام وتبيعهم عن طريق الانستجرام انا افضل انك تسوي لك متجر اكتروني تسوي لك موقع تحط فيها المنتجات وتستخدم منصة انستجرام حق التسويق يعني راح تحط لك صورة من المنتج سواء كان مثلا اكسسوارات وطبعا الناس راح تشوف الصورة بالدعاية راح تضغط على الدعاية ما راح تروح حسابكم لانستجرام راح يروحون الموقع وطبعا لازم تحطون فيسبوك بيكسل بالموقع تكلمت عنه بحلقات السابقة هالفيسبوك بيكسل راح تقدرون تسوين ريتاركتينج حق الناس اللي شافت منتجات معينة بالموقع بروشور كموقع حق الدروب شيبنج بالاخص استخدموا موقع احسن من الانستجرام حلو استخدموا انستجرام ولا تشترون انستجرام في متابعين تقدرون تبدون من الصفر بس ركزوا على موقع وركزوا على الاعلانات المدفوعة ان شاء الله جوابت على سؤالكم وخلصنا فغرة اليوم اللي سيلة بكل حلقة من دردش بنهاية حلقة دردش راح نطلع لنا سؤال ولا سؤالين ولا ثلاثة حلوين منكم انتو يا المتابعين كل اللي عليكم تسوونا ادزونا هل اسئلة عن طريق الفويس نوت على الايميل اللي موجود بحسابي بالانستجرام راح حطه الحين تحت بالدسكربشن تقدرون ادزونا في الفويس نوت تسجلونا بتليفونكم بعدين ادزونا على الايميل واحنا ان شاء الله راح نشوف الاسئلة وراح نجاوب عليها كلهم ان شاء الله بالحلقات الياية حلوة تكلمنا عن السلبيات والايجابيات عن الشغل من البيت وتكلمنا عن طرق سهلة وبسيطة لتوظيف ناس اونلاين العالم قاعد يتغير هذي فرصتكم استثمروا بنفسكم اشتغلوا من البيت كونوا فريق اونلاين واخذوها خطوة خطوة مشكورين التايكونز على وقتكم اذا عندكم اي سؤال بخصوص هالحلقة ابيكم تكتبونا بالكومنت انا شخصيا اقرأ كل الكمنت او تواصلوا معاي بالانستجرام رح اطلكم حسابي بالانستجرام هني ورح اطلت تحت يعطيكم الف 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 عافية على وقتهم يا تايكونز وان شاء الله نشوفكم بحلقة ثانية من دردش شو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة